يعني فيه ايه اهم من ان احنا نكرز بالمسيح مسيح قال لنا اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الى الخليقة كلها يعني دي وصية المسيح وصها لنا طب هو وصنا الوصية دي علشان المسيحية تزيد عددها لا لان هو عمل قدم نفسه زبيحة من اجلنا علشان يفتح لنا الطريق ما بيننا وما بين الله ويكون لنا دخول الى محضر الله مرة تانية وده اللي بيخليني ببقى ممتن ويبقى قلبي مليان شكر وعرفان لله لان انا مهما كانت محاولاتي زمان ان انا اردي كنت بقصوم وكنت بقصلي وكنت بقعمل كل الحاجات وبعدين ما فيش علاقة العلاقة كانت مقطوعة يعني ما فيش حاجة اسمعها انا اتكلم وربنا يرد علي او ان انا اقعد اسمع صوت ربنا ما فيش الكلام ده اما انا وصلت العلاقة حقيقية علاقة فيها ديالوج مش منولوج انا مش بتكلم انا وربنا قاعد بيسمعني وخلاص لكن الله بيرد علي في حديث في تواصل في حديث تواصل ما بيني وما بين الله كمان الله ما بيدخل في القلب بيغير يعني احنا كرازتنا احنا ما بنقدمش ممارسات معينة للناس تعملها علشان ترضي ربنا احنا ما بنجي نبشر بنقولهمش يا جماعة روحوا وطوا نفسكو يا روحوا وصلوا وروحوا مش عارفة حجوا وعملوا وصوموا لكن اعمالك شوية اعمال صالحة ايوه بس احنا منقدم الاخبار الصارة هاي الحقيقة الانجيل هو الاخبار الصارة الاخبار المفرحة بالزبط فاحنا مش بنقدم مجرد ممارسات اعمل وتعمل لشانا مثلا طبعا لازم ادخل في النقطة ده هايات الدعوة الاسلامية بيقدموا دعوة للناس على اساس ان هو يعبدوا الاله الواحد الله اله واحد ومحمد هو الرسول طب انا استفدت ايه طب ما كلنا بنعبد اله واحد لو انت روحت الواحد يهودي وقلت له الله واحد هيقولك واحد طبعا لو روحت الواحد المسيح هيقولت له الله واحد هيقولك واحد طبعا فانت مش بتقدم حاجة جديدة انت مش بتقدم حاجة مميزة التميز عمله المسيح اللي هو فتح الطريق ما بيننا وما بين الله فهذه هي الكرازة بتاعتنا ان احنا نقدم العمل ده وبعدين الرسول بوليسا ما بيتكلم بيقول ويلون ليه ان كنتوا لأ وبشر ليه لان انا لو انا ما بشرتش انا بقى يعني بحد عمل المسيح بقول له كده انت ملوش لازم اللي انت عملته على الصليب من اجل الناس لو انا مش بوصل الرسالة ده هيت فالمسيح كده يعني مات بلا سبب احنا محتاجين ان احنا نوصل رسالة المسيح محتاجين ان الجميع يخلصون اللي ما عرفت الحق يقبلون محتاجين ان الناس تتغير هاي ارادة الله الله يريد الكرازة مش شطارة بني ادم مهما تحاول معوقات الكرازة واسليم الكرازة كتيرة وان احنا بنعرف عن الاخر ولغيره وبندرس عن مثلا الاديان والاخرى كل ده كويس ان احنا نعرف المعرفة مش هي الكرازة المعرفة جزء بسيط من الكرازة الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة اللي بتطلب وتتشفع من اجل خلاص النفوس الناس اللي بتبكي بدموع من اجل خلاص المسلمين هي دي اللي بتعمل الكرازة الناس اللي بتسمع صوت ربنا نكرز ازاي انا مش باخد الكرازة ده هي كورس سؤال وجواب اطلع اعمله مع اي انسان لكن اسمع صوت ربنا انا يا ما ربنا كلمني في ناس واقال لي ما تكلمهمش خالص في الاسلام وناس مسلمين ومتعصبين لكن ربنا قال لي كلميهم في الاحتياج ده هم عندهم الاحتياج ده فلما كلمت في الاحتياج ربنا فتح القلب فاحنا مش احنا اللي بنفتح القلوب لكن الله هو اللي بيفتح ده عمل وهو اشتركوا في القناة